أهلا بك عزيزينا لمشاهدة في حلقة من حلقة قناتنا قناة عصفيري الزينة النهاردة عايزين نتكلم على الفوائد اللي بتعود على طيور الزينة من تغيير النشارة الخاصة بدرج البياضة بقمع في الحقيقة أن يجب على الهاوي أو المربي تغيير النشارة الموجودة في بياضة البطجي بصفة مستمرة عشان عدة أسباب أولا حماية الفروخ من البلل والحفاظ على صحتهم العامة الحاجة الثانية عدم التساق الفضلات في أرجل الطيور علشان لو التساقت الفضلات في أرجل الطيور هتسبب عاقة في أرجل الطيور الحاجة الثالثة الاحتفاظ بدرجة جفاف مناسبة داخل البياضة وتجنب الرطوبة اللي بتقضي على الفروخ وبتعمل كابس للبيض الحاجة الرابعة إن بنمنع التساق الفضلات بتاع الطيور على إشرة البيض الخارجية وبالتالي بنمنع كابس البيض لأن لو التساقت الفضلات على الإشرة الخارجية للبيض بيحصل نوع من الصلابة الزايدة للإشرة فتستعصى على الجنين ولا يستطيع أن يكسرها حين يحين موعد فأس البيض فيموت الفرخ داخلها بما نسميه كابس البيض بكده نكون استوفينا كل الفوائد اللي بتعود على طيور البطجي من تغيير النشارة الموجودة في البيض كمان في نقطة كمان مهمة واجب على المربي إن هو يغير النشارة باستمرار علشان ما يديش فرصة لحشرة الفاش إنها تنمو داخل البيض نتيجة تراكم فضلات الأم وفضلات الفروخ داخل دور الجلبي إن عجبك الفيديو ادعمنا بلايك وعمل اشتراك للقناة عشان تصلك كل فيديوهاتنا هنجاوب على كل الأسئلة والاستفسارات اللي اعتصلنا منكم إلى اللقاء في فيديو آخر تقبل وتحياتي اشتركوا في القناة